السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً وأهلاً وسهلاً بكم ربما سمعنا عن الأكسدة التي تحدث في خلايا الجسم ولكن هل فهمنا ما معنى الأكسدة؟ ولكن قبل أن نعرف الأكسدة هنا يجب أن نعرف ثلاثة أشياء ما هي الظرة؟ وما هو الجزيء؟ وما هو الإلكترون؟ الظرة هي أصغر شيء في الوجود بحيث لا يمكن تقطعته أو تجزئته أما الجزيء هو عبارة عن اتحاد لهذه الظرات لتكوين الجزيء أما الإلكترون فهو جسيم دائماً يحمل الشحنة الكهربائية السالبة ومن هنا نعرف الأكسدة بأنها هي عبارة عن تفاعل كيميائي يؤدي إلى فقد إلكترون من الذرة أو الجزيء الأكسدة بطبيعة الحال هي مهمة للجسم فهي تقوم بتحويل العناصر الموجودة في الغذاء إلى الطاقة التي نحتاجها في حياتنا اليومية ولكن نتائج عملية الأكسدة ضامة فمن نتائجها وجود الشوارد الحرة ولكن ما معنى الشوارد الحرة؟ الشوارد الحرة هي عبارة عن جزيئات تقوم بمهاجمة جزيئات أخرى في الخلية تأخذ منها الإلكترون هذا الإلكترون تم فقده في السابق نتيجة عملية الأكسدة ونتيجة لذلك تصبح الخلية ملتهبة تصبح الخلية عرضة للتلف كما تصبح عرضة للإصابة بأمراض السابق ومن هنا يأتي دور المواد المضادة للأكسدة لإنقاذ الموقف فهي تقوم بإعطاء الإلكترون لهذا الجزيئ لترجع الخلية إلى حالة من الاستقرار والتوازن دون أن تصاب هذه الخلية بالتلف وبالتالي تمنع انتشار هذه الشوارد الحرة وعلى الرغم من أن الجسم يقوم بصنع مواد مضادة للأكسدة إلا أننا نحتاج إلى كمية إضافية من هذه المواد عن طريق الأغذية التي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة طبعا توجد هذه المواد المضادة للأكسدة في الخضروات والفواكه وكذلك توجد في الفاصولية وغيرها من الأغذية التي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة ومن هنا نحرص على تناول الأغذية التي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة وقبل الختام أتمنى إذا أعجبكم هذا الفيديو أن تشتركوا في هذه القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته